دعا البيان الختامي لمؤتمر دعم القدس الذي عقد الأحد الماضي في القاهرة إلى وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في البلدة القديمة إلى جانب رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتقويد الكنائس وأضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة وجدد المؤتمر الذي حضره سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس التأكيد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وذلك لأهمية دورها في حماية هويتها العربية وتراثها الثقافي والإنساني كما ثمن البيان الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة في إطار الوصاية الهاشمية عليها